شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله ودولة نارين دامودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة تبادل ثلاث مذكرات تفاهم بين دولة الامارات والهند تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في إطار الشراكتين الاستراتيجية والاقتصادية الشاملتين التي تجمعهما وشملت مذكرات التفاهم التي جرى تأمراس متبادلها في قصر الوطن في أبوظبي التالي مذكرة تفاهم بشأن التبادل التجاري بالعملتين المحليتين الدرهمة والربية بين مصر في الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك الاحتياطي الهندي ومذكرة تفاهم بين مصر في الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك الاحتياطي الهندي للتعاون بشأن روابط أنظمة الدفع السريع والبطاقات وأنظمة الرسائل ومذكرة تفاهم بين دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ووزارة التعليم في الهند والمعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي بشأن إنشاء المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي